اشتركوا في القناة امر معاوية ابن ابي سفيان سعدا ما منعك ان تسب ابا التراب هنا كان اكو امر من معاوية ابن ابي سفيان لسعد الصحابي بسبع عليا ابن ابي طالب كما يقول في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 42 ابن تيمية خلاص حضرتك خلصت حتى يسمع كلام وانش تسمعه لا لا اسمعك للنهاية وحتى اعلق عليك اولا معاوية حدث بينه وبين علي ابن ابي طالب قتال الدماء اكثر ام السب ايهما اقوى الدماء ام السب الدماء طبعا طيب هل الدماء ديت غفرها علي ابن ابي طالب لمعاوية ام لم يغفرها يعني هي دماء يعني الله لي حاسب بعد انا بسألك عن علي ابن ابي طالب ما سألتك عن الله انا سألتك عن علي ابن ابي طالب سألتك سؤال الاول هل الدماء اقوى ام السب قلت لي الدماء قلت لك هذه الدماء غفرها علي بن أبي طالب أم لم يغفرها يعني معناها عداها يعني معناها بيّن أن الدماء التي بينها وبين معاوية لسبب معين ها نعم نعم جميل أوي إذن علي بن أبي طالب غفر لهم أقوى من السب اللي هي الدماء وتكلم الذي حدث بيننا بسبب خلاف العثمان ونحن منهم براء تمام وقال في جيش معاوية لا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدنا والرب واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دماء عثمان ونحن منهم براء أنت عارب بالضبط زي إيه أنت حضرتك كده زي واحد ساب الإختصاب واحد بيختصب واحدة فساب الإختصاب كله وقال لك للأسف الشديد ده الصواب اختصب على سريري فأنت سبت الدماء أساسا وبتمسك في مسألة السب وهي أقل بكثير من الدماء حصل ما بينهم دماء مش هيحصل ما بينهم سب صح صح طيب يبقى هنا في النهاية بقى معنش خد كلامي للآخر لا حول ولا قوة إلا بالله يا باشا السب وقع السب وقع ما بقول لك السب ما وقعش ماش وقع لكن وقع أكتر من السب وغفره عليه بن أبي طالب معنش أنا عايز أسألك سؤالك لو سمعت لو سمحت كمل إجابتي لو سمحت يالله تفضل الآن علي بن أبي طالب غفر الدماء وبرر الدماء هل علي بن أبي طالب وقف على ذلك السب يعني وصله ذلك السب وعلي تجاوزه أم لا ها نعم شيخنا أنا أتكلم عن السب الذي حدث يا باشا علي تجاوز السب أم لا سؤالي صريح علي تجاوز السب أم لا أنت تقول تجاوز أو أنت تقول تجاوز الدماء اللي هو أقوى من السب أنا سؤالي على السب يعني معنى تجاوز السب أم لا تجاوز في حيات أنا أقصد بعد رحيله وقع السب أمر أم لا إزاي بعد رحيله وقع السب آم وهو الرواية أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب علي أبي طالب هذا بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام يبقى وجب عليك الدليل دي النقطة الأولى النقطة التانية حتى كمان العلماء تكلموا في هذه الرواية وقالوا حتى يذكر سعدا فضائل علي بن أبي طالب كما ذكرت وأن معاوية لم يتكلم فيها أديك الثانية أديك الثانية ممكن الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه كان لو سمحت خلينا كم الآن الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه كان يعلم بذلك الحديث أم لا نعم كان يعلم تكلم بيه أم لم يتكلم تكلم به أم لم يتكلم نعم ذكروا 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 من شروط الإمام الحسن أن لا يسب أبيه ذكره ابن جبرين يا باشا لا معلش معلش يا حبيبي لما تيجي تكتيب الوسيقى التي بين معاوية وبين علي ابن أبي طالب وبين الحسن ما فيه حاجة ما ألا تسب أبي فما تدلس على الناس دي ثانية يا باشا نحن نكتب نتكلم على الأشياء الموثوقة مش من حضرتك بنروح نفتش هنا ونهنا ونجيب أي كلام خلاص اتفضل حضرتك هاتلي المعاهدة التي بين معاوية وبين علي وبين الحسن ابن علي وفي السب تفضل يا باشا شوف شيخنا الكريم ممتاز حياك الله حيا الله أخوة المستمعين جميعا أنت قلت الآن أراد أن يختبر سعد ابن أبي وقال لا ما ترجعشي شكرا لك شفت لما طالبت بالحسن ابن علي وقلت له هياة المعاهدة التي بين الحسن ابن علي وبين معاوية أن فيها أن معاوية لا يسب علي بن أبي طالب رجع وراء تاني رجع وراء تاني لأنه ما يستطيعوا بيتكلموا كلاما ليس علي دليل ولما الطالبهم بالدليل يرجع وراء تاني يا جماعة الخير سب دماء علي بن أبي طالب بنفسه غفر الدماء يعني معناه إيه غفر السب يعني تخيلوا اتنين عملوا عركة ده سب ده وبعدين تطاولت الأي دي وضربوا بعض موتوا الاتنين بعض اتخنقوا مع بعض فسيبين الخناء نفسها ومسكين قصده سب ده فالله المستعان عقول هنا قد كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر